اشتركوا في القناة اللي بتفسان في بناء مجد هذا الوطن لا تنتهي فتابعونا أسرتنا لهذه الليلة هي أسرة مصرية عادية يعود تميزها لنجاح أفرادها في تحقيق المعادلة الصعبة معادلة النجاح على كلا المستويين العمل والعائلة فأفراد الأسرة يظهر عليهم بوضوح تام الانتجام في الأفكار والمشاعر وكلهم يعطون الأولوية في حياتهم للمشاعر الأسرية والتي صارت عملة نادرة في هذا الزمان الأب هو الأستاذ محمد الشابندر استشاري إدارة الأزمات أما الأم فهي الأستاذة مروى منير مدرسة مادة الدراسات بالمرحلة الإعدادية أما الأب الصغير فهو مروان ذو السنوات الست أسرة رأينا أن نقترب منها لنتعرف معا على أهم ما يشغلهم من أفكار وما يجول بمخيلتهم من أمنيات وما يؤرق بالهم من مشكلات أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وأسرة جديدة من بيت العيلة دايما بنستضيف أسر متخصصة في مجال عطاقها متميز في هذا المجال المرة دي المجال نتكلم عنه هو مجال إدارة الأزمات وإدارة الأعمال ولو هنتكلم عن إدارة الأزمات فإحنا محتاجين جدا نفعل هذا التخصص دلوقتي اسمحوا لي أن أقدم لكم الدكتور محمد شابندر استشاري إدارة الأزمات أهلا بيك أهلا بيك وزوجته أيضا تخصصها دايما وأبدا مهم وهو مجال الكدريس والتربية والتعليم معانا الأستاذة مروى أهلا بيك وحضرتك مدرسة دراسات المرحلة الإعدادية أهلا بيك ومعانا مروان ده أهم عضو وعنصر في العالم أهلا بيك إزايك وفي غير مروان بقى في تفل في مازن وفي سيف في مازن وسيف ما شاء الله أسرة جميلة أولاد صغيرين لسه سن صعب جدا رغم كده فيه الطموح وفيه الإصرار أن أنت تشتغلي بس اسمحوا لي أن أنا مبدأش بأي أسئلة غير السؤال اللي بحب أبدأ به دايما وهو إزاي بقى اتعرفتوا بعض نسمع مين؟ نسمع مروى ولا نسمع الدكتور محمد؟ نسمع كنتو الاثنين على فكر هو والده شافني لأنه هو كمواجه في التربية والتعليم فأنا مدرسة وبشتغل في التربية والتعليم برد فهو شافني فأعجب بي فقال لمحمد علي فهو كرافد المبدأ والزواج بالطريقة دي أصلا فلما شافني غير رأيه إيه بقى الموضوع ده؟ أصلا لقيتها بتضرب العيال بالعصايا لا لا مش قوي كده لقيتها شخصيتها قوية أنا دخلت عادي إن أنا في المكان يعني كأني زائر إنت رايح بقى تفرغ عليها من بعيد من كما هي تشوفها جاي بقى وصل والدي بالعربية وكده عشان نتعبان الحجج الفاضي بتاعتنا لي فلاقيتها في المكتبة وكانت لما الطلبة يعني ومسك العصايا ولما الطلبة كلهم لا مش مسك العصايا بس مسيطرة جامد قوي مسيطرة وشديدة والعيل بسمعه الكلامين أصل مرحلة الإعدادية دي مرحلة صعبة جدا هي لو ما كانتش أدها وما كانتش الشخصية وتعرف تفرد احترامها عليهم صعب جدا تسيطرة عليهم يعني فبرافو عليك يعني إن كده أنت تتعاملي مع سن صعب جدا هو ده لقيت نظرك بقى أه كان أكتر حاجة دي تقولت له لا مفيش مشكلة طلعت علي أنت غيرت وجهة نظرك هي حتة معينة كده أنا عايزها إن يكون حد متفتح ومسيطر يعني شخصيته قوي في نفس الوقت متفتح وشخصيته قوي صح؟ وبعدين سألت عرفت إن التلامزة والناس بيحبوها ومتعلقين بيها وبيحضروا لها الطلبة باستمرار لو حتى فيه فترة اللي هم التلامزة فيها بيعودوا في البيت وكده لا بيهتموا إن هم يحضروا بس أنت كده برضو شغلت العقل يا أكتر محمد شغلت العقل يعني اتجاوزت برضو وانت مرجح كافة العقل أكتر درست الموضوع حابب حد يكون طبعا لما يكون شريك حياتي وهيساعدني هيطأقلا بقى وهيبقى فاهم أنا همشي حياتي إزاي لإن أنا ليه طبع خاصة فأقولت هو ده يعني دي الشخصية لها تستحمل وفي نفس الوقت يعني غير التحمل هي هتبقى متفهمة والشخصية قوية يعني برضو مع أولادها هتبقى فاهمة مش هتبقى ضعيفة وطبعا شخصية قوية مش الزعيق هي مكادش الموضوع زعيق هي كان فيه سيطرة يعني طلبها بيحبوها وفي نفس الوقت بتقول له مسكتوا فبيسكتوا مفيش الحاجات اللي بنشوف بس للافت نظر أنت معترف أن ليك طبع معينة مش سهل أي حد يتعامل معي ده حقيقة بالأسوة بيتنا بابني على الصراحة فأنا بقول من دلوقتي لأ فعلا أنا عندي كتير حاجات مش كويسة وأخطاء وحاجات في الطبعي محتاج حد بموصفات معينة عشان يقدر يساعدني أن أنا أكمل وكنت صريح معاها طيب في الأول قالك يعني يا مروى الكلام ده في الأول قالك أنا شخصية صعبة التعامل معي أو هو قال لي بس يعني فيه حاجات طبعا بكتشرفها بالعيش أو كده وبنحاول يعني نتفادها سوء لأن الحياة زوجية حياة صعبة جدا يعني مش سهلة زمان فيه ناس كتيرة جدا معتقدين وواضح أن والده كان زاكي جدا فاهم ابنه وفاهم ليه طبعا معينة ومش هتنفعه وير شخصية معينة وكان درش شخصيتك فمن هنا جي اللي اختيار صح يعني أنه كان بيتردد عندي في الشغل كتير جدا فابتدأ يسأل في الناس اللي حولي وابتدأ أن هو يشوفني من بعيد وكده وبدأ بعد كده والده يتكلم معايا وابتدأ يكتشف شخصيتي فحاس أن هو يعني إيه إنه ممكن تكون شخصيتي هي مناسبة لابنه طب أنت بتقولي إحنا فيه فعلا انطباع وإنا بكتشفها بالعشرة وإحنا بنشتغل عليها عشان نقدر نعيش لأن الزواج نجاحه صعب طبعا ومش رحلة سعيدة بنروحها يعني طيب إزاي بتشتغلوا مع بعض يعني إيه؟ يعني بنشتغل مع بعض تشتغلوا على العيوب بتاعتك مثلا انطباعه وعلى العيوب في الارتباط بتاعك وصعوباته مع بعض بنتفاهم يعني بتبقى فيه مشكلة بنحاول نتكلم فيه عشوار حد ما نلاقي حل للمشكلة دي ما بنسيبهاش مثلا ما تتجيرهاش عشان تتفاقى من المشكلة بعد كده بنحاول نخلصها أول باول بحسنية ما تقرش عقبات بعد كده عادة انت بتشغل بقى فن إدارة الأزمات تباع انت بتشغل بقى علم إدارة الأزمات في بيتك على المستوى الشخصي اتفاقنا على شفاية حاجات كده من أول يوم هو الأول فيه حتة كده يعني لما أنا تقدمت فهي ما كانش في المخل موضوع في يعني بعد المناوشات مع والدها الله يرحمه وكان زابط ستران الحربي فقالت له طب نعض يعني مع بعض وهي اللي تقرر وكده فبقى بدأت ان أنا لازم أفاجئها حركات بقى كنتهي صغير فحركات بقى إيه ورده وخبيه وبتاع وطلعه فجأة وكده أسرت عليها يعني انت قلت الوليدة تبهيلي شوية وانت بقى اشتغلت عليها هي قعدة حضرتك يا قعدة واحدة جبت فيها الورد وكل آه دخلت بقى 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 ورد للعيلة وبعدين أنا بقى كنت جايب ورده ومخبيه بطريقة معينة وبتاع وهزار وكده فجبت رجلها بقى بس هو بعد كده انت واضح ان انت بتشغل بقى الدراسة بتاعتك وتخصص بتاعك تمام عندي مشكلة في الحتة دي فعلا دايما اللي بشوفه بعمله اللي بعمله بشوفه يعني مرابط كلامي بتصرفات يعني احنا اتفقنا فاطرة الخطوبة ما كانش فيها اتفاقات كتير يعني هي كان ناخد على بعض يعني هو في اول الجواز اتفقنا على اتفاق كده اولا في مبادئ اساسية وبنحافظ عليها واي حاجة تانية ما فيش مشكلة احنا بشر هنغلط يعني اول حاجة بقاش فيه هنا ما بيننا اطلاقا يعني ايا ان يكون حجم الموضوع وده في فضل الحد نهاردة انجحنا فيه يمكن بنسبة 99-10% يعني تتخنقوا او تزعلوا زي ما تزعلوا لكن اللي احتراموا اه مفيش تقاوص اه مش هينفع نهيين بعض ايا تكون حاجة من المشكلة وعدت طبعا مشاكل كتيرة ما التزمنا الامر التاني كنا متفقين على ان لو مستوى النقاش احتد هنوقف بقا نقاش يعني نحترم حتة ان احنا نوقف ونسكت وبعدين نبقى نتكلم هي بصراحة الجزء ده هي ساعدتني فيه اكتر يعني انها بتسمع الكلام يعني خلاص مش هنتكلم دلوقتي فيها خلاص مش بتعد يومين تلاتة بتاع الموضوع بيبقى هدي وبعدين احنا بنكون نتعاملنا وكنا برضو متفقين على فكرة ان احنا نتعامل على طول فبنتدن نتعامل مع بعض ما بنكشرش مش عارف ايه بتاع وبعدين بقى ممكن في اي وقت يكون مناسب على حسب نوع المشكلة لو مشكلة لازم لها قرار في وقت قصير هنعط بقى نتكلم نيجي على نفسنا شوية ونبقى هاديين متفقين نبرة الصوت تبقى هادية حتى مع اولاد نعم ما بنزعقش كتير منعيني الضرب بنسبة 90% لطريقة امتى الولد هيتعاقب او يتضرب فمشينا الموضوع على كده هو بصراحة بعد كده بقينا من طبعنا فعليا تقلبنا عليه مش محتاج مجهود ولا اتفاق انتو حطيتو خريطة طريق لجوازكو فيها الاساسيات اللي مش ممكن ابدا مش مسموح لأي طرف ان هو يتجاوزها وبالتالي انتو المشاكل مع محاصلة مشاكل فهمش كبيرة لان انتو متفقين على الاساسيات طبعا ده الخلاصة يعني او ده اللي حصل فعلي طب انا يعني فيه تقرير او فيه فاصل دلوقتي بنتكلم فيه على العلاقات الزوجية احنا نسب الطلاق كتير قوي اصبحت كتير خصوصا مع الاجيال الجديدة زي ما يكون فيه استسهال يعني احنا ليه نتعب نفسنا ما فيه طريق اسهل ان احنا نهد العلاقة من اساسها وده طبعا غلط جدا فلما بلاقي نمازج زيكم وشباب برضو فبحب ان انا اسمع شكيب اسألكو كتير هنشوف تقرير اراء الناس وايه هي قصص العلاقة الزوجية وهل هو علم فعلا وهل هي خطة ممكن نحطها مع بعضه بالتفاهم والنقاش الدائم ممكن ننجح العلاقة دي ولا لا ونرجع بعدك نكمل كلامنا معكم لازم نحافظ على العلاقة الزوجية لازم طبعا نحافظ ونعمل حساب ان احنا بنبني اسرة بنبني بيت بنبني حياة جديدة التفاهم بين الزوج والزوجة والاولاد وتكون الحياة متألفة بالتفاهم بينهم من بعض وحبهم لبعض يكونوا اساسا واخدين بعض عن حب ومحبة واخدين بعض برضو مش جواز مصالح علشان يبقى فيه اساس للزواج يكونوا متفاهم مع بعضهم في كل حاجة من الحياة زوجيات زيها زي بالزبط شركة انت لما بتيجي تعملي شركة انت وحد من اصدقائك اهم حاجة المصدقية والشفافية هو التفاهم اكيد التفاهم طبعا الحب والايمان والتدين والحاجات الجميلة اللي سبناهم في الاسلام هو ده السبب عايزة دكتور محمد اسألك مرة جانية سؤال مباشر كده ان فعلا انا ممكن استغل العلم ده علم ادارة الازمات او التخصص ده على المستوى الشخصي يعني مثلا انا عايزة استخدمه في علاقتي باصدقائي بولادي بأسرتي بزوج مع زوجة هل ممكن؟ تمام هو ده اكيد مش مهم يعني هو ده المفروض اللي يحصل علم ادارة الاعمال وعلم ادارة الازمات هو مش علمه متخصص في ادارة الشركات او البزنس او كده هو المفروض ان هو علمه بيدير مجتمع وكلمة علم معناه ان فيه ناس فكرت وكان عندها فكرة هم يكتبوا القواعد ويجربوها ويشوفوا نكحة ولا فشلة ويرجعوا ويعملوا عليها تاني اختبارات لحد ما يبقى فيه قصص نمشي عليها صح؟ تمام ففكرة ان يكون فيه قصص وقواعد معناها انها تمشي على اي مجتمع فهو البيت زيه زي الشركة زيه زي الهائة الحكومية زي المصلحة نفس الموضوع فيه حاجات اكيد بتسقط مننا خلال اليوم مفيش مشكلة حاجات في الالتزامات اليومية مثلا او خلافه ولكن هو الاساس ايه فريقة حل المشكلة وطريقة التخطيط لحياتنا تبقى ماشية ازاي وتوقع الازمة او لو فعلا حصل ودي اهم جزئية امتال فيها ان انا قبل ما يبقى الموضوع ازمة انا الحق مع شكرا احطينا قواعد يعني مثلا احنا لما اتفقنا يعني احنا ما بيننا صراحة ولكن ده مش معناه يعني احنا ما بنجذبش على بعض بس ده مش معناه ان انا هقول كل حاجة لو قلت كل حاجة ممكن يحصل مشاكل صح؟ بس مش هجذب لو اتسألت هعرف اجاوب بطريقة فيها صراحة ونفس التصرفات اللي بعملها برا وبدأنا نتفاهم ان يبقى فيه تقبل وفي نفس الوقت دور الزوجة برضو هنا ان مش مفروض تسأل كتير قوي وتعرف كتير قوي ولا ايهم ولا مش معايا دي اتواعد على فكرة اللي قعدنا في مرات اتفاقنا عليها دي ما جاتش في اول الجواز يعني طبعا زي ما قلت حقيقي الموضوع ما كناش فاكرين صح؟ فيه حاجات اساسية بس اتفاقنا عليها صوتها عائلة والاهنات والكلام ده يكون فيه لغة تفاهم ولغة حوار فيه حاجات حصلت بقى مع الوقت يعني انا بدأت مثلا لاقي ان كتر الاسئلة بيضغطني وانا مش هجاوب بالكذب فبالتالي انا مش عايزة اجاوب فبدأت اطلب منها عشان بتخليش هبتدي اجذب فلما اقولك مش هجاوب خلاص الموضوع انتهى هي تقبلت وساعدتني في ده فبقت الامور اسل طب عايزة بقى اسألك سؤال شوية بقى معلش يعني يعني منحاز لبنات جنسي ولو العكس حصل وقالت لك انا مش عايزة اجاوب عشان ما اضطرش اجذب هتتقبل هو مش عارف بس كمينه ما حصلتش فممكن اقول مش عارف عشان ما تفلسفش يعني بس هو اللي عجبني ان هي من ناحيتها فعلا اثبتتلي ان الجزء كبير من كيان الاسرة على الست مش عال راجل لان انا عارف ان انا طبعيه مسهلة ده ظروف كتيرة يعني انا مش الراجل اللي قاعد في البيت طول الوقت ولا حاجة مش الراجل اللي كل يوم بيصح اولاده بدهم من مدرسة ولا اي حاجة خلاص فهي عليها دور فهي فهمت دورها وعملته فساعدتني لو هيك اتناقشت او اعترضت او لو عاملتك بالمثل ما فيه دلوقتي في الجيل الجديد من ضمن المشاكل اللي بتسبب ازمات ان على طول ايش معنى انت انا اتعامل زي مانا بعملك انت اتعاملني ده على طول موجود هي دي حتة التفاهم لما اتفقنا عليها وهي نفزتها فعلا مش كلام فبقى كده الموضوع اسهل فما حطتنيش في موقف زي ده انا كمان من ناحيتي منفقة فيها ففي حاجات مش هتطر اسألها عليه وسيب لها مساحة من الخصوصية في حياتها بس يعني هي بتروح شغلها وبترجع لها عارفة موعدها مش محتاجة تقول السبب ان انت رغم طباعك الشديدة اللي انت معترض بها ان انت سيبتها تشتغل رغم وجود ثلاث ابناء هو انا من الاول ارتبطت بها هيك بتشتغل وانا كان عجباني فكرة يعني انا مقتنع ان المرأة العاملة دي اسكى متفتحة فهم الدنيا بتقابل ناس فهتقدر تنقل لولادها حاجات هو لما احتاجة اتكلم معي تبقى فهمة على فكرة كتير جدا بفعلا صدقا والله في مواقف وصفقات وشغل هي حذرتني من جول ما تكون عندها فكرة عن الموضوع وبلاش وانا عانيت ودخلت وخسرت اي ففعلا اعترفت ان رأيها كتير قوي كان صح في بصيرة ممكن ارجع مع اني ما زلت يعني مقصر في حتة ان انا ممكن ااخد رأيها يعني انا برضو مش الراجل للأسف الديمقراطي بنسبة 2% اللي هيعودوا يتناقش معينك ما فيش وقت فيه ضغوط بس لما بتزنق بصراحة برجع لها طب بص يشوف الموضوع ده ايه رأيك وبتاع وفي الاغلب برضو بعمل في دماغي وبخسر وارجع اقولي عن اتنين فقد اعترف انت سمعت اعترف دلوقتي يالي مش كتير بتسمعي من دكتور محمد لا رأس معتوش عملك وده برنامجنا دايما بيعمل الحكاية دي على فكرة اسمحولي ان انا برضو ادعوكو الفاصل نخرج نشوفه ونرجع نستكمل حوار علاقة المدرس والمدرس بالطالب لو فيه يربطهم اساسا برضو الحب والمحبة ويحس ان المدرس بيعامل ابنه والطالب ان ده اخول كبير او ابوه هيبقى فيه علاقة ود وعلاقة يشوبها الاحترام انا احترم المدرس كأن ابوه احترمني كأن ابنه هيبقى فيه مشاكل كتير ولا اطراف الفصول ولا اي حاجة من المشاكل اللي بتحصل في الفصول اهم مؤسسة في وجهة نظري في مصر اللي هي مؤسسة التعليم هي اللي بتنشئ طالب من صغر هي اللي بتعلمنا الحاجة صح يعني انا مثلا لو حصل معايا موقف وحش في المدرسة انا هاكره المدرسة هاكره مؤسسة التعليم هكره المدرس هكرا كل حاجة حوالي احنا لازم نطور من المدرس لازم نرجع له هبته لازم نعلي من شأنه نملع نيه بمعنى اصح ما نخلهوش انه هو يرجع يضطر ان يمدي ايده للطلبة علشان يدوم دروس خصوصية الحل بتاحها ان تعاد المنظومة بالشكل التربوي المعلوم ربنا سبحانه وتعالى كيف علم الله النبي ان يصل الرسالة بشكل تربوي ولمين انا عايزة ارجع للقطة الاولى لما لقاك انت مسيطرة على الولاد كلهم وقفاهم قدامك كده اللقطة الاولى دي بتسيطري ازاي على ولاد في مرحلة الاعدادية وبداية المراهقة وتعامل معهم صعب جدا هقول لحضرتك حاجة انا وانا بدرس في كلية التربية اتقلتلي الكلمة انا لحد النهاردة يعني انا بدعلي اللي قالهالي لان انا ماشي عليها بنفس الكلمة قال لي عشان تكسابي اللي قدامك والطالب اللي قدامك لازم تعملي حاجتي الترهيب والترهيب هما الاتنين عكس بعض تماما ازاي اللي قدامي يحترمني ويخاف مني وفي نفس الوقت يحبني دي معادلة صعبة جدا 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 بالزبط جدا فابتدت ان انا طبقها ازاي ان انا كمعلم داخل الفصل ازاي الطالب يحترمني دي اولا لازم يبقى فيه اساسيات اول مرة ادخل الفصل فيه اساسيات لازم بتتعمل ان انا افرد احترامي على الطالب ان فيه قواعد اول ما بخش الفصل اول يوم لازم بقولها وبنمشي عليها طول السنة اللي بيطلع عنها بنبتدي نشوف وسيلة عقاب مناسبة ان الطالب ده هينفذ ايه غير زميله كلهم عقابه هيكون زميله اللي يحكموا عليه العقاب مش لازم يكون بدني اي العقاب بيكون اغلبه عقاب يعني ايه من نوع اللي هو عمل زيادة ان الطالبة بتبتدي تعرف انه زميلهم غلطان بتبتدي كلهم يغلطوه ودي كفاية جدا انه يحس بالزم اي انه ما يرفض يعمل ده تاني فده مش لازم العقاب ده انه ما اسكى عصايا خلاص العصايا دي تفكير قديم اول ما عادش بقى ان دالي مهم بس احيانا الطالب بيبقى مستفز جدا كل الاساليب دي مش بتنجح معاه بيصر على الغلط بيتجاوز حدوده فوقتها المعاملة الراقية قوي دي بتعملي ايه وقتها يعني لما بتجد كل الاساليب دي ما نكحتش مع بعض الطلبة وبرضو بيتجاوز حدودهم زي انا قابلتني النوعية دي قابلتني النوعية دي كتير مش مش هقول له حضرتك مرة واحدة بس يعني بيبقى فيه اسلوب باخد الطالب على جنب بعد الحصة او الفترة الدراسية وابتدي اتكلم معاه واتناقش معاه وابتدي ان انا احسس ان هو قريب ليه قوي وابتدي ان انا ادي له مهام زيادة عن زميله واقول له لو عملت هالي الحصة الجاية يخلي الفصل كله يعني ايه يحفزك ويسقفلك ويخليك يحس ان انت تغيرت وان انت بقيت افضل فبحث ان الطالب يعني عايز يزبط اسلوب دي نجح اسلوب ان المدرس يتقارب انسانيا ويحكي كتير مع الطالب اه تقارب الانساني ده مهم جدا 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 بتدي الطالب ان هو عايز يتغير عشان يبقى احسن عشان يزبط لزميله ان هو افضل ايه وساعات بستدى مثلا او لائي الامر اشوف او كلم الطالب لو هو عنده مشكلة في البيت بشرك معي الاسصائي الكتماعي لقيت ان عندهم مشاكل فعلا اسرية فيه كتير جدا عندهم مشاكل اسرية ساعات بيبقى الاب والام عندهم خلاف شديد جدا بيتخنقوا بطريقة سيئة جدا قدام الاطفال او الاب والام منفصلين فيه كتير جدا ومشاكل كتيرة جدا يعني اسبابه نفسية او ان هو بيعمق مش عايز يحضر المدرسة امه بيذاكرش وكده عشان بيشتغل وبيساعد اهله في البيت ففيه مشاكل كتير جدا فبشرك معي الاخصائي الاجتماعي والنفسي في بعض المشاكل اللي كابت قابل وفعلا مدرسنا فيها الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي اللي هو كف وفاهم شغله مش كل المدارس فيها الاخصائي النفسي واجتماعي كف وبيعمل بدرجة كبيرة فيه مدارس كتير انا طبعا مش هغلف مش مدرسة واحدة انا اتنقلت الكذا مكان ففيه ناس ما بتفعلش ده ومكبرة المغة وما بتشتغلش وفيه ناس عنده ضمير قوي وحسب ان الطالب ده ممكن يكون ابنه او ابنته او كده فبتدي يساعد مع المعلم ايو ونجحت معي كتير على فكرة ونجحت فعلا ونجح الاسلوب ده وبتتبعي مع ولادك التفاهم والتقارب قوي والصداقة القوي هم اطفال لسه لكن اكيد انت برضو زي ما ماشي في حياتك الزوجية على سيستم معين ونظام اكيد برضو في تربية ولادك ومشي يعني اهم حاجة مثلا في معاملية ابني اقوله ايه انا ما بضربش بس انت لو كذبت انا هزعل منك لو انت قلت الحقيقة هجيب لك حاجة كويسة هجيب لك هداية بديله حافظ بديله دافع تقوله ما بيعمل حاجة غلطة يجي قولي اقولك الحقيقة يا ماما اقوله قولي يا حبيبي انا مش هجي انت عارف لو قلت الحقيقة هعمل لك ايه فبتدي يقولي الحقيقة ما يجذبش وده حاجة مهمة جدا في حياتنا الصدق وان انا ما خوفش الطفل قدامي مهما كان حجم الغلط العمل بدعف من شخصيته بدعف من شخصيته لما بضربه لما بهينه لما بيضعف من شخصيت الطفل جامع طيب اسمحوا لي ان انا ادعوكم الفاصل وارجع لدكتور محمد استكمل حواري معاه انتم مسادة مشاهدين فتضلوا مع الازمات المتكررة والتي وجهتها البشرية عبر التاريخ تعلم البشر ان التعامل مع هذه الازمات بشكل علمي دون ارتجال او تخبط يقلل من اثارها السلبية ثم تعلموا ان الاستعداد للازمة لا يحد من اثارها فقط وانما قد يقلب نتائجها رأسا على اعقب بحيث تتحول هذه الازمة الى فرصة صالحة للاستثمار يمكن تحقيق فوائد منها او من هنا نشأ علم ادارة الازمات او crisis management ولكن ما هو تعريف الازمة وكيف يمكن توقعها قبل حدوثها وما هي القطوات الصحيحة للتعامل مع الازمة وما هي احدى استروحات هذا العلم علم ادارة الازمات كلها اسئلة نستمع الى اجاباتها في الجزء التالي من حلقتنا الليلة اتكلمنا معاك دكتور محمد عن تخصص ادارة الازمات على المستوى الشخصي عايزين نتكلم بقى على المستوى التطبيقه بقى العلمي في الشركات في الاعمال عموما لكن قبل ما نتكلم عنه عايزة اتكلم قبل ما يتحول الموجه في اول مشكلة لازمة هل ممكن يعني هل علمكم او تخصصكم بيتيح لكم ان انتم تحسوا بالمشكلة قبل ما تتحول لازمة وتحتوها تمام هو اكيد طبعا طالما تقال زي ما قلنا علم يعني فيه قواعد طالقواعد دي بندرسها وبعدين احنا بنتدي بقى من الاحتكاك والتعامل بنقدر نفعلها تمام الاول هو فيه مشكلة اكبر ان احنا زي ما حالك قلت يعني شو بداية السؤال ان هل ممكن يعني اصلا في بلدنا مش معطرف ان العلم ممكن يجيب نتيجة ببعض الاماكن في الاسر في المجتمعات في الشركات صح كده تمام احنا اصلا بداية او فيه علم لكن ما فيش ثقة ان احنا بنطبقه صح هو دايما بنسمع ان كلمة علم يعني اكاديمي يعني انه في بداية مرحلة عملي من زمان كان دايما نسمع فكرة ايه بلاش الكلام الاكاديمي ده فانا دايما كنت ارد اقول اسأل قدامي طب مش يعني ايه كلام اكاديمي بقى فايزكت طبعا اقول له كلام كتب يعني ما هو كلام الكتب ده ناس ذوي خبرة بس بيعرفوا يكتبوا فكتبوا قوانين والله اللي احنا نفهمها ونبتدي نحطها في الفعل فجيب نتيجة ينفضل نقول عليه كلام كتب فما يجيبش نتيجة صح وخبراتك وتجربك الشخصية ده جزء لو بتعرف تكتب ألف كتابه وقوله ان انا بتاع كتب الفكرة بقى ازاي ان انت تحل مشكلة او مجتمع تخليه شكله كويس هو فيه تلات مراحل سهلين بصات بعيد عن الكلام الاكاديمي المكالك اول شيء انك فيه حاجة اسمها التنبق بالمشكلة والتنبق بالازمة ودي لازم ان احنا لو تكلمنا على مستوى البيزنس هنخلي الكلام كله على البيزنس وبسهولة جدا نقدر ننقله على اي مجتمع زي الاسرة صح المفروض الناس اللي بتدير شركة بيبقى عندها قدر من الوعي بالمشاكل اللي مفروضة هتقابلها يعني لما بيجوا يدرسوننا في العلم ده المفروضة هيقابلك مجموعة من المؤثرات والمشاكل والداخلية وخارجية يعني الاقتصاد دي نتيجة الاحداث السياسية لها أثر الامور اللي هي عمل جوه وهكذا فالمفروض لو انت بتدير مجتمع في شركة مثلا فانت عارف ان احتمالي قبلك مشاكل لو انت ما عندكش موظفين أكفاء في شكل معين ففيه إدارة مختصة بيهم فبتهتم بالإدارة دي تحط لها الرولز بتاعتها علشان الناس دي تستجيب كمان كل الإدارات كذلك عشان ما نطلش في الوقت ولكن فيه نقطة بقى فكرة التفعيل ده يعني أنا لما اجي بفتح شركة مش من أول يوم بخلي الناس عندها انضباط بالعكس كل واحد وليه طريقته في الإدارة بخلي فيه مرونة بيني وبين الموظفين ياخدوا على جوه العمل لازم يشتركوا يعرفوا ان ده شركتهم بجد مش كلام فبيحصل بيني وبينهم مواقف ببقى حطت مدة زمنية ده جربت في أكتر من مكان اشتغلت فيه في الإدارة فبقت الفكرة ان أنا لازم يكون صادق وانا بتعامل في القوانين دي يعني لما زي ما حاجة سألتي لو زبتك هي اللي سألت او هي اللي قالت طب هي لها مساحة من ده بقعد على ترابيزة الاجتماع مع الموظفين يقول لهم أنا زي زيكم وأول خطأ وبقعد يقول لهم أنا أخطأت الأسبوع لفاحتين ثلاثة ولو هنتعقب يبقى المفروض الترابيزة هي لتعقب الأخطأ فما بقاش هنا هوصل لمرحلة من المشاكل ان الموظف يبقى حاسس بعدم الانتماء يبقى أنا حلية مشكلة قبل ما تحصل صح؟ طيب فرضا ان ده ما حصلش وأنا دخلت على شركة أو مجتمع أو بيزنس وفي مشاكل الموضوع سهل جدا أول حاجة فيه حاجة اسمها الدراسة للوضع الداخلي يعني أول حاجة تعرف فعلا فين المشاكل الحقيقية مش الأثار بتاعتها يعني كتير قوي احنا بنعالج الأثار وما بناخدش باننا من المشكلة زي المريض اللي يجي يعالج أو يسكن المرض لكن ما يعالجش الداء نفسه بالضبط يعني لو الناس مش ملتزمة فرضا يعني الناس حضورها وانصرفها مش ملتزمين فإحنا عايزين نخلي الشركة دي ملتزمة يبقى هنا مش الناس مش ملتزمين الناس عندها لإما مشكلة فعلية في وجود المكان فنزم حلها لهم عن طريق الشركة أو اختار ناس تانية تكون ظروفها أنسب أو غير معايد العمل أو يكون فيه مشكلة في عدم الانتماء فادرس ايه سبب عدم مجي الناس في معدها وده بيحتاج طبعا منك جلسات وبحث ولقاءات تطير تعملها في الشركة يعني تطبيقه مش سهل أو أنك تحطي إيدك على سبب المشكلة دي حاجة مسهلة هو أول مرة أنا بدأت فيها الموضوع ده لما كنت مدير في شركة كان بالنسبة لي الموضوع أن أنا بطبق كلام على الورق ولسه مش عارف عامله إزاي فأنا خدت القاعدة وبدأت أطبقها قابلني حاجاتي حاجات اكتهدات شخصية وبدأت أن أنا سجل ملاحظاتي يعني منه اللي بحب أكتب دايماً ومعاه أجندة باستمرار وورقة وقلم ما بيفرقوش مكان اللي أنا موجوتي في السيارة أو في المكتب كده فبدأت أشوف يعني أنا اتكلمت مع الموظف ده باحتدادية وده 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 جاب نتيجة لا ما جابش بدأت أشاركه مشاكله هل الكلام ده شعارات ولا بيجيب نتيجة لقيت أن أنا لو بدأت أهتم مثلاً بمشاكل بعض الناس لو هقدر أحلها وبشكل ما يدرش الشركة بيخلي الناس عندها انتماء فلما بتقوله معلش احنا محتاجين نلتزم وفاهمه ليه أقوله أنت بتأثر على دوري كمدير في الآخر أنت في حاجة من كين هتحصل يا مرتبك مش هيزيد ولا دخلك لأن الشركة ما بتكسب شي يا إما هيحصل حاجة تانية أن الشركة هتقفل وانت هتروح هتدور على مكان تاني وانت شايف ظروف بلدنا فانت لازم تبقى منتج وحتى في شركة اشتغلت فيها كانت زيادة مرتبات الناس من الناس عملنا بلان مع بعض واتفقنا عليه في الخطة السنوية وفاهمتهم هنعملوه ازاي وبدأت في معقول القسم قاعد كتير مع الناس واتابع معهم فكان باختصار الناس هي اللي عملت ده زودت انتاجيتها بالطريقة اللي هم اقتنعوا به يعني دخلهم زاد منهم فيهم حاجة داخلية عشان هم زودوا انتاجهم هم فهموا يعني ايه لو انت مثلا فيه فرق ما بين اللي واقف على مكانة وفيه فرق ما بين الموظف اللي بيقوم بوظيفة زي الحسابات فبتاع الحسابات فهم يعني ايه انتاجية في الحسابات انا هعمل ايه فيزود من دخل الشركة فبدأ يفهم انه اي غلط عنده اي تأخير في الورق اي كذا الطريقة حتى اللي بنشتغل بيها لو هي مستهلكة هتسبب خسائة فلما رفع من المستوى كذلك في الانتاج كذلك في الـ HR كل قسمة في الشركة عملنا له مشروع وحطنا له قواعد وبناء العالي الناس اشتغلت البداية فعلا كانت منعندي الناس بمجرد انهم اقتنعوا موضوع بالنسبة لي بجرب اول مرة كانت صعبة كنت فعلا بجرب وبرتاجل شوية وبجرب من حاجة قارتها شوية اصبح ليك علمك انت اللي هو خاص بالنظريات وقوت المتعرف عليه وممارستك انت الفعلية العملية اللي سدلت ملاحظتك من خلالها اللي تناسب المجتمع اللي عايش فيه وانتكت منها علم تاني خاص بيك بقى من التجارب الحياتي ويناسب الطباع يعني مثلا هشتغل في مجتمع مصري غير ما يكون عندي مكتب برا فانعارف ان برا ليهم طباع معينة وفيه حد معين من الالتزام وفيه قوانين هتساعدني في كذا هنا فيه برضو حد معين من الالتزام وفيه قواعد وفيه طباع للجميع يعني افهم منك ان احنا منقدرش نجيب كتاب اجنبي عالمي نقرأ فيه النظريات الخاصة بفن ادارة الازمات لان فيه جزء خاص بكل ثقافة وكل بلد وكل ثقافة بالضبط وفيه حاجة كمان مهمة اطباعك انت الشخصية ومهاراتك يعني انا ممكن انا اريد كتاب من كتب الاسهارات فيها جدا الكتاب ده كان بيتكلم على فكرة السيطرة طبعا السيطرة اللي احنا فاهمنا في مصر انك تخد الناس وتحبسهم او تحطهم في حتة معينة والموظفين يبقوا متقايدين مش دي السيطرة انك انت تقدر تحقق اهدافك بالتعاون بينك وبين الناس فبدأ بيتكلم على الطريقة والاسلوب وازي تبتدي بنفسك وحاجات كده صح الكتاب عجبني يأثر فيه خدت منه حاجات فيه عندي مشكلة مقدرتش اعملها لازم اللي هي بديل كان بيتكلم على حتة لها علاقة بالصحة النفسية بتاعة المدير او القائد بتاع المكان علشان يقدر يكمل الحتة دي بتقول انه لازم زي ما بيد وقت لشغله ويكون موجود في بيته بنفس التوقيت يعني لو بتشتغل 8 ساعات هتكون في بيتك 8 ساعات انا مش هقدر عمل كده عشان كده مش هنصح حد يعمل كده اللي مش عارف لها طريقة فيه ناس تقدر تعمل ده بدأت لقي طريقة تانية في التفاهم برضو مع بيتي ومع زوجتي ان انا طبيعة حياتي وشغلي وصفري المفاجئ والكلام ده هيبقى مختلف فهي ما بقاش فيه ضغوط من ناحيتها فنقدر تركز في الجزء اللي انا فيه وفكرة 8 ساعات حتى اللي بتقول عليها لازم تقضي 8 ساعات في الشغل 8 ساعات مع الاسرة هو مش فكرة الساعات يعني مع احترامي طبعا للنظرية دي هي فكرة نوعية الساعات اللي هقدم فيها ايه لولادي والزوجتي يعني ممكن يكونوا ساعتين بال8 ساعات حالك بالظبط تقريبا قلت نفس الجملة اللي انا بستخدمها اغلب الوقت لما حد بيقول لي انت مش مد وقت كبير لأسرتك قلتنهم فيه ناس كتيرة بتبقى عادة في بيوتها مع أسارهم وفيه مشاكل وفيه انفصالات وفيه أطفال مشوهين نفسية أنا ممكن يكون بعض وقت قليل بس من وقت ما بدخل من البيت حتى كان عندي أخطاء وهي يعني مومة مروانة على جيتني فيها أنا كنت بدخلت من البيت التليفون على وداني أكتر من مرة لفتت نظري فبدأت أحاول أقلل فعلا من الموضوع دوت وبدأت هدخل من البيت يبقى أنا عارف هدور على مروان هو ليه تبعه معينا لازم يستخبه وانا أدور عليه أنا أعرف طبعا مكانه يعني هو بيستخبه في نفس المكان مش عارف يعني حاول غير يا مروان بقوله غير المكان مش كده جدد فخلاص أنا فاهم أن ده هيساعده فبالتالي مش بقدر معك كتير تمام فيه أمور مندي كتير الانتمام الرعاية الإنصاط ليهم في الوقت اللي أنت قاعد مش قاعد على الموبايل مش قاعد على اللابتوب ما فيه بيعودوا بالساعات بس كل واحد في ناحية وساعات برضو بغلط وعمل ده بصراحة ولكن مثلا مع مروان فيه حاجة يعني لما بنيجي نتكلم أنا شايف أن الطفل في الأسرة ليه حقوق زي الكبير يعني أنا ما كنت طفل ما كنت بغلط فليه أقطع رعبته كلما هيغلط مش هينفع فيه طريقة للتفاهم وفي نفس الوقت هو كبني آدم ليه حقوق صح؟ مش معنى أنه صغير أنه أنا دول وقت أقهره فلما بيتكلم لو أنا عايزه يتعلم مهارات الإنصاط يبقى أنا لازم أن يتكلم أنا كمان أسمع له ما أقولهش يسكت ولما كنا عايزه أطعب أقوله طب اسمعني أنا هقولك على حاجة فهو بيتكلم بنفس الطريقة بشكر مامتو لما بتعمل حاجة يعني ممكن بتعمل أكل مبارح كنت بسيلي السؤال في ندوة كده لو زوجتك عملت أكل يعني هتكذب و هتقول حلو أنت لهم بصوا فيه فرق ما بين اللي عملته و اللي أداءها يكون إنها تعبت شكرا لكن لو التستينج بتاع الأكل مش حلو بقول لها لا ما الحبش مظبوط الأكل مش مظبوط ففيه صراحة بس بطرية لطيفة عشان يعني يتعدل لو فيه غلطة لكن في الآخر عارف برضو مش المفروض إن هي ما بين ضغوط المدرسة والشغل والأسرة إحنا عندنا أزمات كثيرة جدا هل ممكن نستفيد من علمكم في تقليص الأزمات دي أو على الأقل نحط إدنا على أبعاد عشان نعرف نلاقيه حلول تمام عندنا بطالة عندنا ارتفاع الأسعار عندنا دلوقتي مشكلة في الاستقطاب اللي كان بيحصل بقاله سنين فبقنا فرق فريق مع داو فريق ضد داو وبقينا كمان عندنا مشكلة تانية كبيرة إزاي نغير أنماط كثيرة في حياتنا وعدات كثيرة تعودنا عليها علشان يواكب الحلال الاقتصادية الجديدة اللي احنا فيها ممتاز يعني السؤال قوي جدا ما شاء الله هو بصها هولحك على حاجة الأول طالما قلنا أن فيه أزمات واعترفنا بيها لو كلنا كده اعترفنا بيها دي بداية الخيط يعني بداية الطريق إن احنا نعرف إن فيه فعلا مشكلة أو إن احنا في أزمة يعني فيه فرق ما بين المشكلة والأزمة فإحنا في أزمة النهاردة مش فيه مشكلة فبالتالي إدراكنا نحنا كشعب إن فيه أزمة دا حاجة كويسة فيه يعني نقطة تانية مهمة الأزمة قيمة على قطاعين في الدولة أو في البلد قطاع اللي هو الشعب وقطاع اللي هو الحكومة حكومة دي بقى بما فيها الموظفين الساعي اللي موجود في مصلحة حكومية الراجل اللي مسك دفتر رح يدوره من صراف تمام وبرضه في الآخر الحكومة هي الشعب صح؟ نحنا بنا نطلع نبقى في الحكومة فلما هنيجي نحل الأزمة هنعرف إن فيه أدوار لو أنت واحد فرد من الشعب وموجود برى الإدارة البلد فليك دور ولو أنت جوه البلد ليك دور صح؟ بعيدا على الشعرات فيه نقطتين مهمين أوي لازم نبتدي بيهم أول نقطة لها علاقة بأن أنا أفهم أن اللقطة حالي قلتها بتاعت الفرقة والاستقطاب أي حدث بيحصل في البلد ليه علاقة بأنه إحنا متشتتين أو كل واحد فينا يعني نبقى عن السياسة ونتكلم في الكورة أنا مشجع لأسمنت أسيوت وواحد تاني مشجع لفريق تاني إسماعليا أي حاجة صح كده؟ هما ليه بيختلفوا؟ ليه ما بيعودوا ويتفرجوا عن ماتش زعلانين ويقوموا؟ يعني هو مفوت ده يبقى ده الحال اللي نقوم عليه فلو أنا مواطن وأدركت أن فكرة الاختلاف يكون فيه طريقة للاختلاف فأنا مش هقوم متخاني عشان ماتش كورة حالي يبقى إيسي على ده أي اختلاف ما بينه فلو سمعنا بعض وتقبلنا بعض فعلا مش معنى أن حضرتك ممتابع لأي فريق تاني أي أن يكون انتماؤه أن أنا أرفضك فدي أول مشكلة دي سبب الأزمة اللي احنا فيها ودليل كلامي أن الفترات اللي قبل التشتت اللي كنا فيه رغم كل صعبات كنا أفضل فأول سبب للأزمة وأول حاجة للحل أن احنا ندرك أن فكرة أن أنا مش مصدق كلامك مش عايزك رفضك ده أول مشكلة أنت بقى فضلت مصمم عليها خلاص ما تقولش البلد فيها أزمة لأنك أنت دورك ما قمتش به ده رقم واحد رقم اتنين لما نيجي نحل مشكلة في مجتمع لازم ده تاني نقول هندرس الآثار ولا هندرس سبب المشكلة لو قلنا عندنا بطالة فكرة أننا كلنا لازم نتعاين في الحكومة مش نفع ما هو الحكومة ما فيهاش إنتاج يعني الحكومة يعني المصالح حكومية بتقوم بقدرة البلد فين الإنتاج فين الموظفين اللي هيعودوا في حسابات في شركة خاصة وفين اللي هيعود في مصنع مصبوط حال يبقى أنا لازم أبتدي بنفسي واعرف إن فيه طريق بقى للكفاح هتقول لي بقى والله إنت عندك مشاكل في البلد في البلد في التعليم في الصحة في كذا حلو هو أنت دورك إنك تقعد تتكلم عنها لو دور يتكلم عنها وهتحل هعود تتكلم فده مش دوري يعني أنا كمحمد شهبندر مش هقدر أقول الصحة وحشة والتعليم وحش ليه لما هقول كده أنا مقدرش أطرح حلول مش تخصوصي حل ومجرب يعني حل ومجرب وهياخد بالضبط دقيقتين تمام باختصار في حياتنا دائرتين ده في العلم بقى وهنشوف زي نعملون في الواقع دائرتين جوه بعض دائرة صغيرة كده وحوالها دائرة أكبر دائرة الصغيرة دي اسمها دائرة التأثير الدائرة الأكبر اسمها دائرة الاهتمامات دائرة الاهتمامات اللي بيحصل طول النهار في الشارع وعلى الأهوة وفي الأوتوبيس كلنا بنتكلم في الكرة في السياسة في أي قضايا صح مدى تأثرنا فيها وتفاعلنا معها مفيش صفر فبتفضل تكبر دائرة التأثير عيني صغيرة اللي هي بتعود علينا بالنفع كفرض وكمجتمع حلو إزاي أكبر الدائرة الصغيرة دي هقول أنا كمحمد شهبندر أنا فين أنا عندي مثلا بيزنس أو شركة أو عندي مجتمع صغير بديره صح خلص أنا هبتدي بالناس اللي حوالي وهفهمهم وهقتنع معاهم إن إحنا ما عندناش وقت كتير للسرسرة اللي ملهاش لازم هنشتغل على قد اللي معنا هنشتغل على قد ظروفنا هنبتدي نمتج في الحتة دي والله يعيزين نبقى أكبر شركة نعمل إيه يبقى لازم ما نقولش ده كلام لازم محتاجين مجالنا محتاج إبداع يبقى نشتغل بإبداع فنقل بعض يعني إيه إبداع وده بيحصل أريد يعني فنكتشف إن الإبداع أن ترى ما يراه الأخرون وتفكر فيه ما لا يفكر فيه الأخرون فنقعد نذاكر كلنا ونبتدي كل يوم الصبح نحط له قانون هنعمله إزاي إزاي نبداع يبقى هنغير يبقى حتى لو هنغير وهيطلع فيه نتيجة غلط إحنا هنكون جربنا فهنروح لطريق تاني هيطلع صح بعد كده فبالتالي هنا نجحنا لو كل واحد فينا في أسرته فعلا ابتدى بداية التأثير أنا مش هعود وأنا بتفرض على علامات شكورة أعمل فيها مدير فن لكن هعلم ابني أنه يتفرج باحترام هنا أثرت ولا لا الجمهور كل بقى الناس الدور هيبقوا جمهوره مشجعين شجعوا بأذب لأن احنا قلنا البعض كده دالة التأثير كبرت صح تاني يوم أو بعد ما خلص الخطوة دي هاخد أي خطوة تانية عشان ما طلش في كلامي واعمل فيها نفس الموضوع لو أنا مهتم بالتعليم هبتدي بابني وفهمه أنا بقعد مع ابني يقول له بص أنا ما يهمنيش تجيب درجة قد إيه أنا يهمني لما عد أتكلم معك ألاقيك فاهم وده بيحصل حاجة أخيرة كان فيه ندوة في مدرسة كان أيام يوم العنف العالمي فطبعا أنا لما دعيت أن أنا هتكلم اعتقدت أن أنا هتكلم مع ناس كبار مدرسين وأولئة أموره بتاع ففجأت تلت أربع ناس كبار وفيه بقى خمسين طفل في اللي ابتدائي فطبعا كارثة يعني لو هلوم إيه يعني الناس دي لو ألتلها كلام مش هتفهمه فلما جي دوري في الكلام أنا كنت مدتع قلت لهم أنا هتكلم عشرين ديئة أنا كل اللي عملته حاجة عن تجربة ونجحت باختصار أنا أشركت الطلبة في اللي أنا بقوله يعني أنا مبقيتش أتكلم وقلهم قدرت تتكلم بلغاتهم بسنهم تنزل لو قسمنا لعشرين ديئة أنا هكون تتكلمت تقريبا في حدود سبعة تمن دقايق وهم اتكلموا في حدود العشر تنشر ديها البقين إزاي بدأت أطرح أسئلة وهم يجاوبوا أنا أتذكر والله فيه طفل كانوا بيقولوا أنه مشاغب جدا وابتاع الطفل ده بكى وقال أنا من النهاردة هغير من نفسي مش عمي كده تعيني وسألت عليه بعدها فجأت أن الرجل اللي كان الدكتور اللي كان دعيني للندوة قال لي أنا نفسي تيجي تدي الندوة دي للمدرسين الولد ده بيقوله بقى ممتاز في الفصل من ندوة واحدة عشرين دقيقة غيرت عشان ما قلتلوش حاجة أنا اللي عملته أن أنا أشركتهم سألتهم قلت له أنت بتعمل إيه قال لي بعمل كسو بتعمله إيه طب مين بيحب زميله ومين بيحب اللي بعديه خليت الطلبة الشباب الصغيرين دول الأطفال كنت بسألهم سؤال أنا أقول لي بتحب أكتر واحد من في الفصل خلي بالحركة تركيز على الشيء الإيجابي وده حل للأزمات حركة لما يكون عندك مشكلة ما تقوليش عندي مشكلة أي موظف عندي بيخش يقول لي عندي مشكلة لو ما تقوليش الكلمة دي اطلع ويدخل خبط وخش تاني ويقول لي فيه موضوع كلا واحد اتنين تلاتة بقعاني من كذا أرسل أولا تقول لي عندي مشكلة أنا برتبك خلاص فيه مشكلة يعني أنا كلا فيش حل لا أقول لي فيه إيه فيقول لي فيه كذا في فكرة تشوف نقطتين سهلين ومجربين وأي حد يقدر يجربهم لا إما لا يطلع كلام لا إما يلاقيهم في أسرته أو في شركته أولا فعلا يركز ويتكلم على الإيجابية أنا ما بقولش ابني ما تكذبش بقوله خليك صادق أي تمام أنا سعيدة بيكم ما سمعت الصوت مروان بس كفين هو كان قاعد هادي وسبنا إحنا نتكلم ونعبر بشكركم أستاذ مروى دكتور محمد بشكر مشاهديننا على متابعاتهم لينا وإلى اللقاء إن شاء الله الأسبوع قادم حلقة جديدة وأسرة جديدة من بيتنا